صباح الخير او مساء الخير يا بورد الكوز. في الفراء العطفية. ببنبقى بقى انت طاقطق. اول حاجة اه ممكن تكون انت بترقى بحد او حد برقبك يعني بس دي طاقطق عموما. اه ممكن تكون كمان عندك طاقطق العطفية. بس انت بترقى بحد بورد الكوز وعملت رقبه على السوشيل ميديا او زي ما تكون عايز تعرف عنه اخبار او تعرف عنه حاجات. ممكن يكون في حد برقبك. اه ممكن تكون كمان كنت مش عارف تتخذ قرار. في يعني عدة قرارات وانت مش عارف تتخذ انه القرار سليم اه اتجاه مسلا شخص معين او حاجة من هذا القريب لان. لاني بعديها اه زي شاوت وده العجلة التحرك الى الامام. فانت تقريبا قد محتار في القرار وزي ما يكون انت خصت قرار ده او انت متجه نحو هذا القرار يعني. لاني كمان عندك هنا البيج وفوند. ولكن البيج وفوند مع انه شخص اه يعني بصص لقبن كده ومسك عصاية ومتباهي ولبس اه كفلية كده حلوة وكام. ولكنه طفولي بعض الشيء. او اه حالا كتير ببقى مش عارف هو بيعمل ايه. يعني هو واقف كده مش عارف ناشي بخلاص نمشي لقدام. او كنت محتار برضو من قرارين حاجة زي كده. ولكن انت الان آآ متخص قرار في انك تمشي لقدام او تروح حاجة تانية او تعمل حاجة تانية ولكن واقف كده ما بتعملش حاجة. ازي ما كن بترائم الطرف اللي معاك ده هيامل ايه? النصلا ان كنت تكون هددته مسلا بان انت تسيب العلاقة وتمشي. فانت لسه منتظر بقى تشوفو. اه هيامل ايه? ايه القرار او ايش ايه اللي هيتخصوه. ما حاجة انتو بتعندو بعنط. في مسرحية بتحصل هنا هانا. طيب مسراج عليها كلنا دلوقتي. ايو. مشاعر ايه? مش عارف انيه لاجي مضاني. يعني ده نقدم لك كاس حب وعلى الفارس يعني هو جاي لك آآ ببطء شوية. او هو عنده بطء في التعبير بالمشاعر شوية. او انه جاي بس بيتمختر وكده. ولكن هو بيحبك يعني مشاعره حلوة. هو بيحبك بصراحة. فالاصلة بيحبك وحب صادق. مش كاذب او حاجة. وممكن تكما كمان يكون عايز اخطوبك كمان. عايز اتجيوزك. آآ بس هو تقريبا والله اعلم ان اخد المشاعر دي. هقول لك ليه بقى بلازم خبير. بص هو انزل لنا دول. وهذا الشخص آآ بيرقبك. اوكي? الولقتين دول ديك. دخل ده لك بقى. بيرقبك. بيتجسس عليك على وسائل السوشيال ميديا. هو شاكك. انا مش هانت ليه حاسة ان انت بتعرف حد عليه. بالزبط. الشخص ده شاكك فيك. اوكي? شاكك فيك. لو انت بنتي فهو شاكك ان انت بتتواصلي مع حد غيره. اللي بقى اللي وردين ده بنزلوش صدفة. هقول لك ليه دلوقتي. هو بيحبك. بس عشان هو شايفك ان انت شخص بتخدع. او بتضرف في الظهر. هو شايفك كده. شايفك ان انت بتحب دايما تنتصف يزيتك كمان. شخص مغرور. هو شايفك مغرور. وشايفك اموت برضو. ده حاجة غريبة كده. خليش بالكارت ده تاني. انا حاسة ان هو شخص شكاك. يا ممكن يكون هو بيحبك وكل حاجة ولكن هو شايفك ان انت شخص شايف نفسك شوية. او ممكن تروح شايفك ان انت ممكن تروح لحد غيره. عادي جدا عادي تمشي. انت انت ظهر ان انت قطعت معاه. او منفض له. وموتن بنفسك اول يومين دور على فكرة. موتن بنفسك. وممكن تكون كمان بتنزل صور والحاجات ده فهو حاسس بان انت هتقلص هتاني في حركة. هو حاسس بانت هتاني في حركة كده مش مش عارفة ليه. ايه الليتر ده? ده مش تابع الخاص. ده مش هيبقى ده ليوضح المعنى ولا اي شيء. نسحب الورق احنا نفسنا. عشان ايه? عيب. عيب انا 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 مش اوليلة. انا مش اوليلة في البلد دي. عيب. مش بقولك خايف منك? خايف منك. شاكك فيك. خلص بنسبة 2% عب قطعيا شاكك فيك. شاكك فيك قوي يعني ده ورقتين يوضحان المعنى ويؤكدهم. شاكك فيك جدا. وخايفة خايفة شايفك هو مش شايفك انو انت بتخبع. بس انت عملت مع الحركة انت ممكن تكون. بالزبط عملت كده. انت طبق نشتو. وعمل بقى تنزل في صور ومهتم بحالك. او لو انت ولد عمل بقى تغير في شعف لك وتلبس وتتزوق اهو حططل الكوفية بقى. وانت بنت عملكي تزوائي وحطها البرميتا. وحسس بان انت هتخلع منه هتخلع حرفيا كنت هتخلع قضيه. وتروح بقى لحد تاني. خايف منك قوي. خايف منك قوي. شايف بقى ان انت هتقلب عليه مرة واحدة. هتدينه حتة قلم على وش وفوقه. هو شاكك فيك يعني الوقفة الوقفة دي وقفت. وقفت ناس هتقلب حاجة. شاكك فيك قوي. وخايف ان انت تسيبه مرة واحدة. خايف قوي ان انت تسيبه مرة واحدة. وبصه وبصص لك ازاي. خايف منك. على فكرة يا برج القوس انت ظهر ان انت فعلا سبت سبت وتكلم مع نفسه كده. انت سيب السيوف. وهو شايفك ان انت نشيت. ده مش انت. ده ايه ده انت? اللي سيب السيوف ومشي. وهو بصص لك. وبصص لك وبيقول لك انت هتعمل ايه? هو خايف منك شخص ده ممكن تكون بتتعامل مع برج هوائي او مائي. سرطان برضا هو سرطان عندي هنا ونزان وهوائي اتنين هوائي هنا. فخايف منك قوي. قوي يعني. حاجة يعني او ما نشوف شخص شاكت شخص قوي جدا. وبتسنت عليك حاليا دلوقتي. دلوقتي هو عمال يجمع عنك معلومات. ونشوف بقى بتاني ايه ورايح في الممكن تكونوا قطيين مع بعض ببالك وفترة ولكن انتم مع بعض على سوشيال ميديا. لكن هو برقبك بقى. ليته ايه? ده ليته صعبة قوي. ده ليته. ليته يحسبت على كل حاجة. ايش الشخص اصلا بيخدم مشاعره. مواطنك عن خدم مشاعره. وبيدي كلام بقى. بيدي كلام. هو رفع لك السيف. وبيدي كلام بقى محمد الشيادة بيقول ستوب. الكوين اوف سور ديس ايه شخص بيدي كلام ولكن كلام مش بيوجه ولكن كلام حق. كلام حق. هو حاسس بان انت لغبت عليه. انا خايفة يا مورد الكوس تكون جيت اه تكحلها امتعنيها. حاجة زي كده. يعني انت جيت تخليش غير عليك عشان يرجع تاني مسلا. او متزبط معك في العلاقة فقمت مسلا. اه انت مسلا انضفتي ولاد مرة واحدة. نزلت صورة مرة واحدة. فخايف يكون انت لقبتي عليه. بتبعادي عليه. وانيكس بتكلمي ناس كتير ممكن تكوني عاملتي الحركة دي. فهو عايزي ايه? عايزي حسبك. عايزي يمسيكك كده يحسبك كده وفي نفس الوقت يضربك يعني يحسبك وضربك. مالله. ميت خير. ميت خير. لابل كينج افسد بس والله مش متفقل. مش متفقل على حتة ان هو مش بيحبك بيحبك جدا على فكرة. بس هو شخص شكله اه عنده حب التملك. هو حاليا نسينا نعرف هو حاليا في حياته بيتوازن على فكرة. وهذا الشخص على فكرة ممكن يكون بيعمل اعمال خير حاليا. ممكن يكون بيعطي او بيشتغل في حتة بيساعد فيها ناس او حاجة زي كده. يعني هو حاليا متوازن يعني ولكن مش عايزك تمشي يعني هو شايفك ان انت مشيت وزي ما تكون اه منهيتوش العلاقة وانت راح تطبط اللي عم استنى انت راح فيه. انت عتسيبني وتمشي ولاية. اللي يطول يعني اللي هو انا هولع فيك هولع فيك او هولع فيك حاجة من اللي زعلان منك قوي. زعلان منك قوي براءك. زعلان منك قوي براءك. الدمون هنا مع الكونج اف سوردوس بان او وضحت الكونج اف سوردوس. نيتو مش باينه بصراح. هو مش باين نيتو. بس هو زعلان قوي. وعايز ام. الكونج اف سوردوس يعني جعفت عايز يعرف الحقيقة. هو شاكك فيك قوي. انا مش عارفة ليه شاكك فيك قوي كده. او شاكك فيك. حاجة من الاتنين. عايز يعرف فيه ايه بيحصل من وراء ضهر. وشعر بقى اللي فيه حاجة بتحصل وراء. ما بقول لك بقصص لك وبقول لك انت عجزني دهري ايه انت? عجزني كده. شعر بقى انت بتعمل حاجة من وراء ضهره. ما عايز يعرف بقى ايه اللي بيحصل من وراء ضهري. بالضبط. حالا. قول لي حالا كنت فين? قول لي حالا كنت بتكمل مين? قديني يا كاونتر فيسبوك اشوف ايه. ممكن يكون ازا الشخص يحب التملك. او معنوش النقطة دي. يا تبقى معي مزبوط وتحت عيني خلاص. فانيته غريبة شوية. انية بتاعته غريبة شوية. طيب هو نوع على ايه? اندي نويلك نية حلوة. نويلك يتحاسب ويحاسب ويجيب ناس تتحاسب. الشخص ده متسلط. متسلط على الطرف اللي بيبقى معي. طيب. طيب. طيبين ثلاثة اربعة خمسة ستة. قص ده اعمل اخر فيها لاختيها. ها مش هيسيبك. مش هيسيبك. منشين? قدي بقى اعتبارها بوقك قص المسج. المسج مني كده بوصل. هو لك. الشخص ده مش هيسيبك. لو انت بقى عمل الحركات دي عشان تجيبه تاني فهو جاي لك. بس هيجي الاول ينطش وبعد كده يقولك تهالة بقى. الكوين اوف واند الشخصية رئيسة عصابة. موش بس موش بالمعنى الحرفي. ما بتسيبش حاجة هيعزها زاكية جدا. هو هيعرف يرجعك تاني للعلاقة دي. انت زي ما قلتلك انت مشيت. انا عرفت وعرفت ما بقى دي. انت مشيت وزيته او فصلت معي يعني. ما بتوش تكلموا بعض مثلا. وعمل بقى تحلوه وتنزل في صور وتنزل في صور وتكلمي ده وتكلمي ده وتهزري معنا في بقى ايه ده انت لفتك زرق. تعالي بقى. هو مش يسيبك. بيحبك اولا. يلا. بيحبك جدا. جدا. ولكن هو ما بيحبش الطرف اللي معاه يبقى بعيدة عنه او بعيدها نعينه. معايا يعني تحت طوعية هو شخصيته كده. فلو انت او انت متضايقين من الشخصية دي فهي مش هتتغير. هو كده او هي كده. شخصية بتحب اللي معاها بتاعها. او بيحب البنت اللي معاها بتاع فيه. لكل بساطة. فهو نوي على ايه? لا ده نوي ان هو بص نسكلك العصاية. وبيقولك تعالي لي بقى تتعملي ايه? تعالي بقى انت بتعملي مين ده ومين ده ومين ده ومين ده ومساحيه بقى كل البيان اللي عندي تستطيع. فضاني نجي ما تتكلمي. هيه وليه بيحبك او. هو اصلا مش شايف الحب الجامعين ات خلي بالك. يعني برغم ان هو قاسي ممكن يكون كلامه حاد في في يعاتب وكده ولكن هو بيحبك. احبك اوي كمان. تبب بص بقى النصيحة بتاعتك. الناسائحة بتاعتك حلاوي يعني. النصيحة بتاعتك اوعى تتحرك. خليك زي ما انت. بص يا وجه الخص. الاتنين دول بصين لي قدامه ومتقنعرين قوي. خليك متقنعر. يعني فهموها بقى متقنعر. متقنعر او متكبر. بس ما متكبرش يعني عموما احلوه. لو انت بتحلوه احلوه زيادة. الشخص ده لو انت عايزة يرجعلك. لو هو فعلا مش رادي يرجع او يعني بيقوم مسعلا عادي ترجع عادي ما ترجع فهو مش هيرجع الا بالطريقة دي. تقريبا تقريبا الله عالم انتو عارفين شخص ده بيرجع ازاي. بيرجع لما بتحلوه وتنزله صور وكده. صور بيحبك. بس هو تقريبا يعني بيجي له حالة كده ما بيقفل مرة واحدة. فخليك زي ما انت. اتمنك براحتك. ايش حياتك. ايش حياتك. ازا الشخص مش هيسيبك خلي بالك. بس هيش حياتك. لا تبصوش. انا الناس مش هاضي بالك. ايدي بعض رسالة ايدي يعني راح نام. رد عليها عادي. براحتك. واناكن هو عايزك. واما مش هيسيبك يعني بالمعنة الاضحة يعني. فالمسيحة بتاعتك براحتك. وكمان المسيحة دي ممكن توحي بطريقة تانية. لانا حاسة ان المشكلة هنا مشكلة غيرة. اكي? وممكن تكون انتو تخنقتوا من الغيرة دي. خلينا نشوف النصيحة طالب تاني. نصحة ممكن تقول تحررين من الغيرة. اه دمون. لا مش معناها كده. اه الامبكس هوا. يالك الامبكس هوا. اه بص يا برج الكوز. خليك غامض مع هزا شخص. هزا الشخص اه انا هفهمك بقى شخص ده ايه? شخص ده بيحب الشخصية او البنت الغامضة. لما تكشفش اوراقها كلها. ايه من الورق كده? بينجز باوي للبنت اللي زي الصورة كده. بصوا عاملة ازاي? الزبط كده. يعني لو انتم ماشيين دلوقتي على انكم بتنزلوا صور ومحلوين بقوا متنمين بشغلكم كده خليك زي من انتم بتتحركيش. خليك غامضة. ما تكشفيش مشاعرك لعيز الشخص. الشخص ده بيحبش كشف المشاعر. بيحب البنت ايه. اقولك على حدها بيحب البنت الليو انت في نفسها قلم. يلا. من الورق كده عايز على شخصك يبه بينجذب للنقطة دي. اوكي؟. فخبي مشعرك اعين. مني نفسك مش هاده بقليك. وهو هيجي. هيصمم عليكي اكدر. لا اكدر ولا علي. بقل من المرة شو قاس تنطم بكروة. فدي كروة حلوة يعني. مش بعش. خلينا طب نشوف آآ. عايز ما تأكد بس في المقطة. مش بقول لك يعني انا يا ربي انا مش عارفة اعمل ايه اعمل ايه. عمل ايه? اعمل ايه بنفسي? فخاف في مشاعره. هو 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 endeavor تبقى يازم افسرها. بس انا فسرتها من غير منزل ولا. شخص ده مخبي مشاعر وعمل نفسه بقى مش همه. تجي ما تجيش انا كده كده رويح يلا. خليك ازاي ان انت ما تتحركش اسوأ اسوأ. لو عملتي مانيكير في ايدك نزلي سرعوي. الله مانيكير جودي وتصبعه على خليحة بايبي وعملي لايف واتحكي مع ده وتحكي. هو بيجي بالطريقة ده. هيحس هيحسي بقيمتك بالطريقة دي. هو خاف منك على فكرة. وعلى فكرة الشاعر بانك هتروح ترتبطين. وحاسس بكده عملتي حلوي وهترتبط. مش هسيبك. وهيجيلك بس هيديك الكلام قوي. هيقولك انت استغفلتيني او بتستغفليني وا 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 وا. سوأ قلبي طريقة.